اشتركوا في القناة من حصول حدث أمن آخر وإدانات من كيفة الجهات السياسية على مختلف مذهبة من جهة أخرى عم بأكد السيد حسن نصر الله أن الرد الإيراني على الضرب الإسرائيلية قادم في حين القصف بي على الساحة الجنوبية ما توقف على صعيد الإقليم نتانيا هو عم بجدد التهديد باشتياح معبر رفح بحلقتنا اليوم من براس ريفيو وبالإضافة لجولة على آخر عنوين الصحف يلي تصدرت الصحف المحلية العربية والعالمية ليوم الثلاثة تسعة نيسان الفين واربع وعشرين رح ينضم لألنا الصحف والمحلل السياسي نجم الهشم بالإضافة لفقراتنا المعتادة البداية من فقرات اليوم في التاريخ بمثل هنهار من عام الفين وسبعة عشر وقع تفجيرا بكنيسة مار جرجس بمدينة طنطا ومار مرقص بمدينة الإسكندرية بمصر أسفر عن مقتل خمسة وأربعين شخص وأكثر من مئة وستة وتلاتين جريح نبدأ جولتنا على الصحف ودائما مع صحيفة النهار وأبرز عنوين الصفحة الأولى قتل باسكال سيمان هل يدفع لتطهير المناطق الحدودية؟ القبض على سوريين شاركوا في الجريمة واتصالات لاستعادة الجثة من سوريا نصر الله كشف مصير المخطوف فضيحة حقيقية للقوات والكتائب نتنياهو حدد موعد الهجوم على رفح نبقى مع النهار لنكون بالصفحات الداخلية مع فقرة أسرار الآلهة يستمر الصراع على الساحة السنية البيروتية بين أسماء ووجوه عدة حاولت خلال شهر رمضان أن تثبت حضورها من دون أن تتمكن من ذلك لملء الفراغ المستفحل منذ غياب الرئيس سعد الحريري تتخوف جهات سياسية عديدة من استغلال ما يجري في الجنوب والمنطقة والعودة إلى عمليات الخطف والاختيال وزعزعة الأمن في ظل هذا الوقت الضائع يضرب أصحاب المؤسسات السياحية كفا بكف من خلال ما جرى في الأيام الماضية من زعزعة للأمن خصوصا خلال فترة الأعياد التي يعاونون عليها لتحريك الدورة الاقتصادية في البلد من تبع جولتنا ومن النهار سنكون مع صحيفة اللواء وعنوين الصفحة الأولى الأعلان عن مقتل منصق القوات يفجر مطاردات للنازحين السوريين بري الرد الإيراني منعطف بمسار الحرب ولو جاءوا للحوار لن تخبن رئيس وتفاهم لبناني قبرسي على التنصيق عم نشوف بالصورة على خلفية مقتل منصق القوات في جبيل مطاردة للسوريين وتحديدا في منطقة الزوء نتنياهو يتلاعب بالوقت بين الهروب من الهدنة إلى التلويح باشتياح رفح مكرون والسيسي وعبدالله الثاني لوقف فوري للنار والإفراج عن كل الرهائن وحماس تقصف قيادة نحل نبقى مع اللواء لنكون مع فقرة أسرار الألهة وشو حملت معها من أخبار لليوم من بلش مع همس وضعت قيادة الاحتلال سيناريوهات عدة لحرب محتملة مع لبنان تبدأ من الإبعاد لحدود معينة وصولا إلى استعادة النموذج التدميري في غزة من مدن لبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية كرست الحادثة الأمنية الأخيرة القطيعة بين حزب بارز وحزب صاعد في منطقته على خلفية الحملات وعدم إيجاد قواصم مشتركة ينقل عن الدمبلوماسي الأمريكي المؤيد لإسرائيل ديفيد شينكر حملة قاسية على نتنياهو لسوء تقدير المصلحة العليا للولايات المتحدة في خضم المعركة الانتخابية لرئيس حالي في العودة إلى البيت الأبيض انتبع جولتنا على الصحف ومن اللواء رح نكون مع صحيفة نداء الوطن باسكال سليمان جثة في سوريا والقوات اغتيال سياسي بامتياز نصر الله يصطبق نتائج الجريمة بالهجوم على القوات اللبنانية والكتائب عبدالله الهيان يفتح قنصلية جديدة في دمشق ردنا سيحدد في الميدان نتبع دائما مع نداء الوطن نكون مع فقارة خفايا يبدأ سفراء اللجنة الخماسية جولتهم على القوى السياسية اللبنانية الأسبوع المقبل تحديدا في 16، 17 و 18 نيسان المقبل واللافت أن الجولة ستشمل رئيس تيار المردة سليمان فرنجي يبدي مرجع رسمي بارز استياءه من مساعي دولة إقليمية للبحث عن قيادات سنية جديدة على الرغم من الاستنفار الرسمي لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع قبرص على خلفية ملف نزوح إلا أن هذا الاستنفار لم يترجم على المستوى الأمني حيث الإجراءات لا تزال على حالها وصل حديث عن عدم القدرة على ضبط حركة الهجرة غير الشرعية بسبب تراجع الإمكانات من تابع الجولة لنكون مع صحيفة الديار والخبر الأبرز لليوم طبعا ما حصل في جبيل الجيش يعلن مقتل باسكال سليمان القوات الجريمة السياسية وتوتر كبير في الشارع المسيحي تعهدات قبرصية للضغط أوروبيا في ملف النازحين السوريين والعبرة في التنفيذ السيد ناصر الله يحذر من الفتنة الداخلية لخطوط حمراء مع إسرائيل شعوب العالم ضد الإجرام الإسرائيلي من الديار رح نتابع جولتنا لنكون مع صحيفة الأخبار وعنوينا لليوم أمريكا تتبنى مطالب إسرائيل من الأخبار رح نكون مع صحيفة الشرع غزة من فوق ليست مثل غزة من تحت حماس إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار في غزة مقتل المخطوف باسكال سليمان والجيش أوقف القتلة من الشرق رح نكون مع صحيفة لوريون وجور لنشوف أبرز العنوين لليوم لبنان يخطو مرة أخرى على حافة الحرب الأهلية عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء وفقا لدار الفتوى نتنياهو هناك تاريخ محدد للهجوم على رفح مشاهدينا رح نكون مع فاصل إعلاني منتابع من بعد وجولتنا منتابع حلقتنا من براس ريفيو وهلأ إلى الصحف العربية يلي كان طلب وقف النار بغزة من أبرز العنوين بالإضافة لعنوين أخرى منشوفها سواه نبدأ الجولة مع صحيفة الشرق الأوسط إسرائيل تستعد لجبهة لبنان أقامت خط برليف على الحد حدود الشمالية واليمين يهدد بإسقاط نتنياهو إذا لم يشتح رفح السوداني يهدأ عراقيا تمهيدا للقاء بايدن تجدد سيجال الأمن النووي بين موسكو وكييف وزيرة الخزانة الأمريكية تغادر الصين بتصعيد لهجتها عبداللهيان يفتتح في دماشق قنصلية جديدة أطلع الأسد على تحركات إيران وحزب الله أكد أن زاهدي كان عضوا في مجلسه نبقى أيضا مع الشرق الأوسط لنتبع أبرز العناوين بالصفحات الداخلية اغتيال قيادي ميداني جديد لحزب الله بغارة إسرائيلية يرأس مجموعات قيطالية من فرقة الصوان بالقطاع الأوسط في جنوب لبنان الجيش اللبناني باسكال سليمان قتله خاطفوه ونقلوا جثته إلى سوريا ميقاتي يدعو إلى ضبط النفس بعد تبلغه خبر تصفية المسؤول القواتي منتبع جولتنا لنكون مع صحيفة الأنباء اعتذر محمد الصباح واعتذار محمد الصباح وترقب للتكليف ترقيات في الحرس الوطني مطلع يونيو منتبع الجولة لنكون مع صحيفة الاتحاد بتوجهات من رئيس الدولة ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بينما حاكم المال العالمي والجهات القضائية من الاتحاد منتبع الجولة لنكون مع صحيفة الوطن فعاليات متنوعة بالعيد عروض مبهرة للألعاب النارية ورش فنية ومواجهة للأطفال نسير ثقافي بمشاركة فرق عربية غدا أول أيام العيد وطبعا فيما خص ملف غزة مساعدة جديدة لغزة غذائية وطبية أيضا من الوطن منتبع لنكون مع الأهرام مصر تدعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة السيسي نحذر من التصعيد العسكري والتسوية العادلة للقضية ضمانة الاستقرار بالمنطقة وجولتنا مستمرة على الصحف العالمية أيضا رح نشوف موضوع غزة عن صفحاتها الأولى وموضع تانية نشوفها بها الجولة نبدأ جولتنا على الصحف العالمية مع صحيفة الموند غزة إسرائيل تعيد تكوين استراتيجيتها في الحرب رواندا خطأ سياسي محرج من قصر الإليزي من تابع الجولة لنكون مع صحيفة لوفيغارو ممارسة القراءة تنهار بين الشباب ماكرون يقترح فكرة ميزانية تعديلية من تابع الجولة لنكون مع صحيفة ديكوين الفلسطينيون يعودون إلى منازلهم المدمرة في خان يونس بعد انسحاب إسرائيل الملايين يشاهدون الكصوف الشمسي الكلي الذي اشتاح أمريكا الشمالية من تابع جولتنا لنكون مع The Washington Post ترامب يطرح خطة لإنهاء الحرب مشروع قانون رئيسي للخصوصية على الإنترنت يكشف عنه نبقى أخيرا مع صحيفة The New York Times إسرائيل تسحب قواتها بالكامل من مدينة في جنوب غزة الغزيون يلجأون إلى نبات بري لمواجهة الجوع في فترة الحرب أما هل نصل لتصنى بصحفي والمحلل السياسي نجم الهشم أهلا وسهلا فيك معنا الحدث الأبرز اليوم هل عاد سيناريو الاختيالات إلى السحة اللبنانية من جديد ومن المسؤول عن مقتل باسكال سليمان وهل هي جهة سياسية أم عصابة سورية مثل ما سمعنا مبارح الصباح الخير مصلت للاغتيالات يعني ما انتهى حتى نرجع نحكي أنه إذا رجع بلش عن جديد ولكن الجواب على السؤال من قتل سليمان هو لا يزاق قائد التحقيق أعتقد أن التحقيق قدم جزء من المعلومات حول عملية الاغتيال التي حصلت ولكن يبقى هناك جزء آخر من التحقيق غير واضح وغير مفهوم وملتبث حتى المعلومات التي قدمت حول عملية الاغتيال أو عملية الخطف والقتل لم تجب على كل الأسئلة التي صرحها عنها أول شيء لماذا خطيرة باسكال لوحدي لماذا أربعة مسلحين بدون يجوا من الشمال على منطقة الخيربي أو على منطقة ميفوء حتى يسرقوا سيارة لماذا المسلحين معهم سيارة مسرقة بدون يسرقوها بترابلوس أو بالميناء ويأخذوا السيارة الدينية التي يسرقوها مثلا على سوريا أو لماذا بدون يقتلوا شهيد باسكال ولماذا بدون يخدوه معهم على سوريا الأول شيء الثاني شيء المجموعة التي أتلت هل هي المجموعة التي نفذت المجموعة التي أتقلت هل هي المجموعة التي خططت للعملية أو التي أعطيت أوامر بتنفيذ هذه العملية يعني مش من الصدفي تقريبا أنه يكون باسكال منسئ القوات اللبنانية بمنطقة جبال هو الهدف هل كان محددا مسبقا مثلا لم تجي بالتحقيقات عن هذا السؤال من هي الجهة التي فهلت انتقال المنفذين إلى سوريا ومن أين دخلوا إلى سوريا ومن هي الجهة التي أمنت دخولهم إلى سوريا هذا الموضوع يعني هذا الجانب من التحقيق لم يقدم لم تقدم عليه إجابات بعد مع أن سرعة مدرية المخابرات في القبض على مجموعة التي شاركت في عملية الخطف والقتل تشكر عليه ولكن يبقى هناك جانب آخر من التحقيق يجب أن تقدم عليه المعلومات الواضحة التي تلغي كل التباسات التي يعكسها برائهم المواطنون العاديون الغريبة الثدف أن ما حصل مع فاسكال سليمان يحتاج التحقيق فيه إلى توضيح أكثر خصوصا أنه اغتيال لياس الحسروني مثلا بنتج بعين قبل لم يتقدم فيه التحقيق وصل إلى مكان معين ولم يتقدم أكثر ومن الثدف أيضا أنه في 4 نيسان 2012 جرت محاولة لإغتيال الدكتور سمير جعجع في مقره في معرف أطلقت عليها النار من قناصة لم يتقدم التحقيق بأي معلومة تجاه هذا الملف الذي لا يزال مقيد عن ضد مجهول هذا التراكم من العمليات يحتاج إلى تقديم أجوبة أوضح من الأجوبة أو من المعلومات التي قدمت وهذا ما يحتاجه الناس قبل أن يخرج البعض ليلقد التهمة على القوات وعلى الدكتور سمير جعجع بأنهم يريدون إحياء الفتنة وهذا اللي بدأ أسألك عنه اليوم يعني شفنا مبارح من بعد ما قيل أنه هي عصابة من السوريين يلي أتلوا لباسكال كيف تفاعل بالشارع شفنا فيديوهات كمانا للتعرض للسوريين بالشارع وحتى يلي أطعين على الطريق هل برأيك هذا التطور والغضب الشعبي رح يؤدي إلى اشتباكات بين اللبنانيين والسوريين بمناطق عدة؟ ما ليس بروح باتجاه عملية اشتباكات يعني مثل ما عم نحكى اشتباكات هل هناك؟ يمكن صار شوية تردد فعل عطوية ولكن الشارع غاضب جدا الشارع هو ليس شارع القوات وحدهم يعني من شوف من خلال تدامن اللي صار مع عضية خصف وقتل الشهيد أضافيق باسكال سليمان أنا كل الشارع المسيحة تقريبا معني بهذه العملية يمكن اليوم القوات اللبنانية بالبيانية اللي طلعا بارح أو بالبيانية اللي طلعا يتمتها نفس بأله مباشرة وكانت تقول أنهم بانتظار التحقيق ولكن على التحقيق أن يقدم إجابات حتى القوات بالمعنى السياسي لما اعتبرت أنه الجريمة السياسية كمان القوات بردة فعل الشارع يمكن هي تكون أعقل العقلاء أو من أعقل العقلاء لأنها تعرف دقامة الحدث اللي عم بيصير ولأنها تعرف حجم مخاطر حصول فتنة بالبلد ولأنها أعرض على السلم الأهلي من أي طرف آخر ولذلك مهمة القوات كثير صعبة بتهدئة الشارع وصعبة بلجم أواطف الناس المتحرية المتهيجة ضد بشاعة الجريمة اللي صارت ما في حدا من الناس بيعتاد أنه جريمة بهذا الحجم أنه هي بيحضور يعني لازم النظر لإلى كجريمة كجريمة وفي شخص قتل بغض النظر عن الخيفيات السياسية وإلى أي جهة ينتمى على هذا الأساس لازم يتم التحقيق اليوم وتوضيح الصورة وطبعا التحرك للجم هيدا التفلط الأمني الحاصل لأنه الضحايا عم بيزيدوا يعني بزارف جمعة شفنا أكتر من جريمة من محاولة قتل من سرئة ومن غيرها اليوم إذا بدأنتقل أنا وياك إلى ملف الجنوب الجنوب سريعا شفنا صعد أمين عم حزب الله خطابه أمس فهل برأيك رح نشهد مرحلة جديدة من الحرب على الساحة الجنوبية يعني نحكي طبعا تصعيد لأنه الحرب لا تزال قائمة يعني بالخطاب يلي أوقات سيد حسن نسر الله أمبيريح ما منشوف أنه الحرب ستنتهي غدا يعني لا تزال الحرب في الجنوب مرتبطة بالحرب في غزة وإذا كان سيد حسن نسر الله أو حزب الله أو محور ممانع بيعتبر أنه مصر آتن فما قينا نقول أنه الحرب ستنتهي قريبا يعني هن مخطاب السيد حسن نسرح بموضوع حرب غزة راه على اتجاه مناشدة شبه مناشدة للولايات المتحدة الأمريكية أو شبه مراهنة على الموقف الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة وضغط على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب لأنه كان واضح سيد حسن بكلامه أمس أنه وقف إطلاق النار مجرد وقف إطلاق النار في غزة يعني هزيمة لإسرائيل ويعني هزيمة لنيتنياهو وخروجه من المشهد البيض يعني هل بأس اليوم الحزب يراهن على الضغط الأمريكي على حرب غزة وبالتالي يعتبر أن الانتصار في حرب غزة هو انتصار في معركة جنوب لبنان ويجب أن يعكس هذا الانتصار في الداخل اللبناني من هون تجي خطورة المراهنة إذا بدك على لجم كل الأطراف الداخلية اللي عم تعبر عن المعارضة للحرب والقوات اللبنانية مباريح بالبيانة اللي أعلنته بعد الإعلان عن استشهاد أو عن مقتل المناسب وانتصفة جبال باسكايل سليمان بسوريا طلبة فتح الطريق وطلبة خروج المتظاهرين أو المحتجين من الشارع وهذا الطلب هو الاحتواء ردية الساعل يعني ولي منع حصول ردية الساعل وهذا هو الموقف الحريف على السلم الأهلي بشكل خاص يعني من هنا يجب أن تكون كل الأطراف حتى حزب الله واعية لخطورة ما يحصل وواعية لتوجيه الخطاب التهدوي وليس الخطاب التصعيدي الذي لجأ إليه أمس السيد حسن نصر عندما حتى هاجم القوات اللبنانية والكتائب بشكل عام وهاجم الجبهة اللبنانية وهاجم الحضور المسيحي في حرب 1975 أو 1976 هذا الخطاب يحاكي الوجدان المسيحي ولا يحاكي الوجدان القوات اللبنانية التي مثلت عصب المقاومة في تلك الحرب والتي لا تزال اليوم تمثل عصب المقاومة في معركة استعادة السيادة والدفاع عنهوية يعني على أمل أن التحقيق يوصل لما كمعين والحقيقة تتبين إلى جميع الأطراف المحللة السياسية نجم الهيشم شكرا لألك على هذه المدخلة مشاهدين منتبع جولتنا ورح نكون مع فقرة كاريكاتور منتبع مع صحيفة النهار ودائما بريشة أرمان حمصي طبعا عن أقفل جميع المحال التجارية في جبيل تضامنا أو استنكارا لحادثة حادثة مقتل باسكال سليمين منتبع أيضا بصحيفة اللواء حذر الفتنة بالمحنة وطبعا هذا أيضا حاول الجريمة يلي حصلت في جبيل إلى فقرة أجندة على ساعة عشرة بيستقبل البطريار كراعي قائد الجيش في كركي أما على الساعة وحدة فبيعقد وزير الداخلية بسام مولوي اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل المواطن باسكال سليمين وعلى ساعة خمسة ونص بيتوجه رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران بسيل بكلمة بعد اجتماع المجلس السياسي للطيار بيتناول طبعا المواقف من قضايا الساعة هيك مشاهدين من كنوصلنا لنهاية حلقتنا بلقيكن الزمير رامي نصر بنشر بساعة 8 والمواعب بالجدد بكرة بصحف وعنوين وضيف جديد إلى اللقاء